كنا نتحدث عن رحلة سريلنكا و أتت بعد صعوبات كبيرة احتقان هناك و نظرة مختلفة لدى المسلمين و تذهبون و تفاجأتهم بالاستقبال و الحفاوة خصوصا من الطرف الآخر و لكن الطريف أن الموضوع و الترحيب صار فيه هدايا و هدايا من طراز مختلف فبيودي أن تخبر المشاهدين بهذه الهدايا التي دعيتم لها طبعا أنتم كنتم من الحاضرين لهذا الاجتماع و هذه الحوارات ربما أعرف ماذا تريدون طبعا كان من الجميل في هذا أن أحد الشخصيات البوذية بعد الحوار معه وارتياحه الكبير لنتائج الحوار أخذنا في جولة على مجموعة فيلة عنده ثم قام بإهدائنا أحد هذه الفيلة و طبعا معبرا عن تقديره الكبير و البالغ لوفد رابطة العالم الإسلامي و طبعا تبدلنا الهدايا معه و مع غيره أيضا من القيادات البوذية و أيضا مع القيادات المسيحية كان فخامة الرئيس يتابع معنا أولا بأول نتائج لقاءاتنا مع تلك القيادات في كاندي حيث كان الحقيقة مهتما بها للغاية لأنها تمثل المفصل في الموضوع و طبعا كان لنا لقاءات مطولة مع القيادات الإسلامية هناك و كانوا في منتهى التعاون و التفاهم بل كانوا فخورين للغاية بمجيئنا و هذا شيء طبيعي طبعا و باختيار الرئيس للرابطة أيضا لهذه المهمة جاءت رسالة بالنسبة لهم سعدوا بها لأن الذي قام بهذا الحل الوسيط كان من الجانب الإسلامي حقيقة كانت فرحتهم غامرة جدا و الدليل الهديه دكتور لكن السؤال قد يتبادل ذهن البعض ماذا كان مصيره أخذته معكم أو والله له قصة وهي قصة خاصة طيب ربما المشاهد ليس بحاجة إليها لكنكم تقبلتم الهدي نعم طيب نعم صحيح أثناء تلك اللقاءات الموسعة مع القيادات الإسلامية والمسيحية والبوذية كان هناك حوارات مطولة و انتهت ولله الحمد إلى تفاهم كبير و سعدنا كل السعادة بأن تلك الحوارات انتهت ليس إلى حل فقط بل إلى تكوين صداقات قوية مع الجميع كانت هناك سعادة غامرة من قبل الجميع بنجاح هذه المهمة وبعد هذا النجاح أقام فخامة الرئيس حفلين كبيرين بهذه المناسبة الأول كان في قصره ودع له كبار الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية في سيرلينكا ومن بينهم أيضا أعضاء السلك الدبلوماسي كل ذلك احتفاءا بإخماد نار فتيل كان من الممكن أن تشتعل أما الحفل الثاني فكان احتفالا شعبيا على أكبر مسارح كولومبو استمر تقريبا ثلاث ساعات ويمكن أن أقول بأن تسعين في المائة من هذا الاحتفال كان أناشيد وطنية ورقصات شعبية اشتركت فيها كل المكونات أسيرلينكية الإسلامية والمسيحية والبوذية وغيرها وقال لي عمدة كولومبو وقتها قال هذا الحجم من الاهتمام والاحتفال الوطني الكبير نادرا ما يحصل وقال لي أستطيع القول بأنه حدث تاريخي لا ننساه كانت هناك أيضا كلمة رائعة لفقامة الرئيس وكلمات للقيادات الدينية المتنوعة وكبار المشاركين نهاية الدينية المتنوعة